تتواصل قرارات الإدارة الأمريكية التي تهدف لحماية الكيان الصيوني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين وفرض ضغوط عليهم للقبول بما يسمى صفقة القرن الإدارة الأمريكية قررت إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة متهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدث مع إدارة ترامب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع صهينا وجاء على لسان ممثل البعثة في واشنطن حسام زملت أن إدارة ترامب لم تعطهم سوى خيارين فقط أن يخسروا علاقتهم مع أمريكا أو يفقدوا حقوقهم كأمة وقد اختار الفلسطينيون حقوقهم قرار الإدارة الأمريكية هدفه حماية إسرائيل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبه على الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا القرار ينتهك النظام القضائي الدولي وآليات القانون الدولي وسبقت القرار الأمريكي أغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن جملة من العقوبات الأمريكية ضد الفلسطينيين كان آخرها وقف الدعم الأمريكي لمنظمة الأنوروى والمستشفيات الفلسطينية وهو ما اعتبره الفلسطينيون ابتزازا لهم للقبول بالأمر الواقع فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والقبول بصفقة القرن التي تنهي القضية الفلسطينية إنه تأكيد لرغبة الإدارة الأمريكية مواصلة ابتزازها وهدم وتقويض عملية السلام وحل الدولتين ويتزامن القرار الأمريكي بإغلاق بحثة منظمة التحرير الفلسطينية مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقات أوسلو تلك الاتفاقات التي كان يفترض أن تقود إلى حل دائم بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني وكانت تحمل آمالا كبيرة لتحقيق البعض من تطلعات الشعب الفلسطيني لكن شيئا من نعودها لم يتحق تحقيق البعض تحقيق البعض